لكن الضربة الأكبر لاستثمارات الجماعة جاءت بعد تموز يوليو 2013 بموجب سلسلة من التشريعات التي استهدفت أصول واستثمارات التنظيم ومصادر تمويله قررت اللجنة التحفظ على 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقع إلكترونياً وقناة فضائية أظن أن داخل مصر الآن لم يعد هناك أي استثمارات لأن كل الاستثمارات حتى الشخصية الفردية للإخوان صدرت أو تم التحفظ عليها في كل الإخوان الآن تقريباً مدرجون على قوائم الإرهاب وبالتالي ضمن هذا الإدراك بيتم التحفظ على ممتلكاتهم الشخصية كمان عقوبات وسجن ومصادر نهاية واحدة لتجربتي المحافظة الضخمة التي تقدمها يوسف ندا وخيرة الشاطر لتمويل نشاطات الجماعة وخوفاً من المصير نفسه صار الإخوان أكثر تكتماً بشأن استثماراتهم اشتركوا في القناة